بعد قرار الميليشيا الحوثية نهب الوظائف العامة لأكثر من 160 ألف موظف بإحالتهم للتقاعد خرج الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن رافضاً القرار الصادر عن مجلس حكم الميليشيا البيان الصادر عن الاتحاد يذكر ميليشيا الحوثية بالصبر الكثير لكل الانتهاكات التي ترتكبها بحقهم ويرفض ما اعتبره انتهاكاً في حق مئات الآلاف من الموظفين من قبل الميليشيا الحوثية مطالباً عمال القطاعين الخاص والعام بعدم السكوت الذي أدى إلى تجرع ملايين اليمنيين للظلم والقهر بسبب ممارسات وانتهاكات ميليشيا الحوثية الإرهابية هيئات ومنظمات عالمية اعتبرت ما يحدث ضد الموظفين أمراً في غاية الخطورة واعدامات جماعية تمارسها الميليشيا الكهنوتية ضد اليمنيين دون أي حق وتقطع أملهم الوحيدة في الحياة وتحرمهم من حقوقهم لم تشعر قيادات ميليشيا الحوثي بقرار إحلالها لهذا العدد الهائل من الموظفين إلى التقاعد بأن 160 ألف أسرة ستجد أفسها تعيش ظلماً فوق الظلمة ولم تعر صبرهم بدون رواتب لأكثر من خمس سنوات ولا بجوع أطفالهم ووجع عائلتهم أي اهتمام القرار الحوثي الخطير بإحالة 160 ألف موظف إلى التقاعد وعدم توظيف أي بديل عنهم إلا بتوجيهات مباشرة من القياد في الميليشيا أبو محفوظ المقرب من دعيم الجماعة يأتي ضمن توجهه كما تقول مصادر مطلعة لإغراق الجهاز الإداري للدولة بعناصر تابعة للميليشيا محللون قالوا إن تنفيذ القرار قد يسبب انتفاضة شعبية عارمة داخل مناطق سيطرة الحوثيين نتيجة عبث الميليشيا الإيرانية بوظائف اليمنيين وإحلالهم في ظروف يمر فيها اليمن بأسوأ نظام حكم كهنوتي وأقدر حقبة تاريخية مرت عليها اشتركوا في القناة